سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملين ايه معكم عبداللاطيف سعيد واهلا بكم فيديو جديد فيديو نهارده ان شاء الله هقولك فيه ان انت ازاي تقدر تفصل الصوت عن الموسيقى ايوا زي ما اسمعت هقول لك ان انت ازاي تقدر تفصل الصوت عن الموسيقى مش شرط يكون موسيقى فقط ممكن يكون حتى الصوت اللي انت بتستخدمه في ضوضاء في الخلفية فهقولك ان انت زاي تقدر تفصل الصوت الاساسي عن الضوضاء نفس الفكرة تقدر تطبقها اسكان. اغنية مسلا انت مش محتاج الموسيقى بس محتاج الصوت. او مسلا في ضوضاء في الخلفية تقدر ان انت يعني تستخدم الملف الصوت ده عشان تطلع صوتك انت وتبعد الضوضاء اللي وراك دي خالص. من غير ما ما تدخل على برامج اللي تنظيف الصوت وكلام ده كله. فهقول لك ان انت ازاي تقدر تعمل كل ده اونلاين. مش مموقع واحد ولا موقعين وانما خمس مواقع مجانين تقدر تعمل الحوار ده. وده كان يعني بناءا على طلب صديق معنا وانا نفست طلبه. وده الفيديو اللي هو طلبه. وبجانب برضه هسيب لك انا كل الرابط المواقع دي بازن الله في الرابط اللي موجود تحت في الوصف. تخش عندك على الرابط اللي موجود تحت في الوصف بازن الله هتلاقي عندك المواقع دي كلها. ونروح لأول موقع على طول عشان مطولش عليكم. ورغم ان انا مطولت يعني واعتذر. اول موقع هو الموقع ده. اللي هو اول ما تخش عندك عليه. كل اللي انت هتعمل eaten تأتي هنا عندك على تمام ان هنا اختار عندي اللي هو الفايل راح راح جاي دايس عليها وراح شانها هنا عندي على وانتظر لحد اما يعالج الصوت وطبعا قبل ما يعالج الصوت لا عليش انا امسيت ان احنا نسمع الموسيقى تمام أول ما هو يعالج الصوت Dinner, Murder. ده الموسيقى لنا هستقدمها زي ما انت سمع ان ده موسيقى في كلام وفي موسيقى في الخلفية. فحرفيا دلوقتي انا هقولك ان انك ازاي تقدر تفصل ما بين الاثنين. وبالفعل الموقع دلوقتي عالج ما بين الاثنين تمام؟ او تفصل ما بين الاثنين. فانا اروح رايح عندي على وهنا هقدر ان انا اسمع بقى الصوت وبكل حاجة وهو ده جميل في الموقع ده. ان انت تقدر يعني تسمع وتفصل ما بين كل حاجة بيفصلك ما بين. الدرامز، الصوت، الجيتار، البيانو، والموسيقى بشكل عام تعالي دلوقتي نسمع أنا دلوقتي خليت فقط المايكروفون اللي هو الفويس أقدر أن أنا دلوقتي أسمع ثاني بص جميل أقدر أن أنا أقلي للصوت ورفع الدرامز فقط هتسمع الصوت المتعلق بالدرامز في الخلفية أقدر أن أنا أرفع الجيتار فقط بالمنظر ده هيفصل لك صوت الجيتار فقط فاهمني؟ عايز تسمع كل الأصوات الموسيقى معادة صوته الأغنية أهو فاهمت أوف دي؟ عايز أن أنت تلغي كل حاجة وتخلي فقط الموسيقى أو الصوت فقط أهو بعد كده تروح جهة هنا عندك على طبعا بعد ما تتقتر أنت عايزة طبعا هتضبط كل حاجة من هنا أهو من هنا هو بعد لما تضبط كل حاجة وتختار عندك مستوى الصوت وكل شيء قد رحينا جاي مختار عندك الصيغة اللي أنت عايزها وغيره قد رحينا جاي عندك على وهيحمل معاك الصوت أهو ده أول موقع معانا أهو الصوت عندي حمل تحت نيجي بقى دلوقت التاني موقع وهو اسمه لا 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 الأيات مurezسوية لأ لا 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 أو رحينا جاي عندي طبعا مختار الصوت زي ما انت شايف هنا طبعا بيقولك أنه أنت حابب تظهر الصوت أو الموسيقى bench candy انت تقدر تختار من انه فيه ناس مثلا عايز انها تختار صوت الجاز اللي هو صوت الويند او وغيره يعني انت تختار الاقل الموسيقين انت حابب تفصلها او ان انت طبعا تقول انه محتاج الصوت فقط اللي هو ده تمام حتى هو الايكونة نفسها باينة اروح جاي هنا عندي مختار الملف اللي هو طبعا الملف ده ده الملف الجديد اللي احنا حملناه وارفعه طبعا واستنى لحد اما يعالج زي ما انت شايف انه هو بالفعل خلص هنا طبعا اقدر ان انا اسمع الصوت طبعا من غير اي موسيقى في الخلفية بالصراحة انا شايف ان المواضع ده افضلهم من ناحية النقاق جميل ودي الموسيقى في الخلفية ودي الموسيقى في الخلفية بدون اي صوت طبعا هنا بعد ما انت تخلص تقوم هنا جاى عندك على تحميله اللي انت تختار عندك اللي هو الايستريت تمام مش اللايت طبعا اللايت بخمساشر دولار فانت هتفكك منه خلص تروحين ولاية عندك على ان انت تحمل يعني هتفتح حساب على الموقع وتحمل الصوت. طيب قدينا دلوقتي خلصنا من الموقع الثاني. يعني الموقع الثاني بسيط جدا حتى مش محتاج ان انا اشرحه. نيجي بعد دلوقتي للموقع الثالث وهو الموقع ده وهو اسمه آآ. الموقع ده مجاني بالكامل برضو. اروح هنا جاي عندي مختار الصوت. تمام? اللي هو الصوت ده. اروح هنا جاي عندي على افصل الغناء عن الموسيقى. وطبعا هنا انتظر لحد اما يرفع الموسيقى ويقوم معالجها او يرفع الصوت ويقوم معالجها عشان يفصل الصوت عن الموسيقى. دلوقتي هنا طبعا بيقول لك ان تمت المعالجة بنجاح وكل حاجة. هو دلوقتي محتاج ان يعني ان ان انت تحمل ملفين الصوت. هقول له ماشي. آآ طبعا في البداية خلينا بس نروح يعني نشيل عندنا الملف ده عشان ما نطلق بطش. جميل اللي هو ملف الصوت القديم. بعد كده هلو افصل ملفات الصوت. على اساس ان هو يحمل لي ملف الصوت ده اللي هو الفويسل. حملهولي تحت اروح رايح دلوقتي. وفاكك الضغط عن الاتنين دول. اول ما فك الضغط عن الاتنين دول زي ما انت شايف. اللي هو الملف ده هيتحمل معايا ساعة ما هو يخلص معالجة. اروح هنا رايح عندي. ده الموسيقى اللي في الخلفية فقط. جميل? ده التاني بقى. عرفنا دلوقتي ادي موقع التالت اللي هو بيفصل الصوت عن الموسيقى آآ بشكل مجاني تماما يعني انت مجرد ما تحمل الصوت بيقولك طبعا لحد عشرين ميجا يعني كحد اقصى عشر دقايق. اتمنى ان بس ان انت تاخد بالك من الايه يعني بعض الكلمات اللي بتبقى موجودة انه يعني حجم يعشين ميجا واقصى حاجة عشر دقايق اللي هو الصوت. طبعا زي ما انت سمعت انه هو فصل بالفعل الصوت عن الموسيقى. طبعا انت شايف ان الموقع بالفعل فصل ما بين الصوت والموسيقى. بس هنا هو ما تدكش يعني زي ما تقول ان يعني زي الموقع اللي فات اللي هو الموقع ده هو حمل لك ملفين فقط ملف في الموسيقى فقط بدون اي فواصل يعني مسلا مش زي الموقع ده انه مسلا هنا ادك شكل تفصيلي نفس الموقع ده ادك شكل تفصيلي للدرامز والجيتار والكلام ده كله لأ هو حرفيا فصل لك الصوت بالكامل تمام ماليوش دعا بقى خالص ولا درامز ولا بتاع ولا غيره لأ كل ده في ملف واحد او صوت واحد والتاني اللي هو الايه الصوت فزي ما تشايف ده هنا الميوزيك فهدين تشغل طيب لو انا جيت قللت الصوت ورفعت الفويز انا الصراحة شايف جودة او برضا طيب دلوقتي انا حابب ان انا طبعا يعني اشيل الصوت على الموسيقى فدلوقتي اروح اجاي مقالي الموسيقى ورافع الفويز وراح هنا جاية عندي على وبعد كده طبعا هقول لان انا محتاج ان انا احفظه كعلى هيئة ميوزيك لا اه سوري سوري معلش فويزو تمام الفويزو ده اللي هو الصوت الميوزيك اللي هو اللي اخدر حتى هو كمان معلمها لك الميوزيك اللي هو اللي اخدر الفويزو تمام او الفويز اللي هو الصوت فدلوقتي راح عندي رايح عليه ومحمل الصوت جميل او زي ما انت شايف راح هنا رايح عندي على داونلود وطبعا ايه في ايه افلنا انترنت داونلود ماناجر خالص راح هنا جاية عندي على وفويزو وهيتحمل معي تمام هو انترنت ده ولود مناجر احيانا بيبقى مؤرف شوية. اروح هنا جاي فاتح. طيب نيجي بها دلوقتي للموقع اللي بعده. وهو الموقع ده. طبعا نفس الشي ده موقع مجاني. هتروح هنا رايح عندك على اد اه اوديو فايل. هتروح هنا طبعا بيختار عندك الموسيقى. وطبعا هنا بتختار عندك الجودة. اللي هو مثلا اللي هو اه تلتمية وعشرين. وعندك هنا جميل برضو الموقع ده بيدعم اللغة العربية. زي ما تشايف. ممكن تيجي هنا عندك تختار اللغة العربية. وتقوم رافع الصوت. تمام الصوت هيرفع معك. فهو راح دلوقتي انت تقول له اللي انا عايز انا لاست روبوت. وطبعا تقدر تقول له اللي هو يعني تدخش على صفحة تجربية. وبعدك تقول له فصل. اه هتنتظر طبعا اه خمس ثواني لحد ما هو يوجيهك لموقع اخر. بعدك تنتظر بقى المعالجة. وهنا في بعض الاشخاص في القائمة يعني. فهننتظر لحد ما يخلص. تمام بص يا شباب عشان اصلا انا بقى لي دلوقتي مش عارف قد ايه والله يعني الموقع ده انا قعدت جنبه اربعة وعشر ديئة. حرفيا حرام. يعني انا قعدت جنبه تقريبا عشر دقيق. طب وبص عشان نطولش عليكم يعني. هو ده الموقع. فباختصر شديد. اه هو بعد ما يخلص هيظهر لك قيمة فيها الاصوات والحاجات دي نفس فكرة ده. تمام? اتقوم داخل ام حمل اللي انت حابب تحمله يعني. جميل? طيب برس خلاص انتهى الفيديو. والله يعني لو علي انتظر بس طول جدا. للاسف الموقع ده بيطول. تمام? يعني هو برضو مجاني. بس بيطول شوية. فانت اللي عندك صبر. واكيد هيكون عندك لانه مجاني. فتقدر تستخدمه بقى. عكس الموقع الاخرى اللي بتعمل لك كل حاجة في وقتها. لا ده بياخدها بالترتيب كده ما سيكون بياخدها بالايه بالدور. اه لا والله انت ده جاهه قبلك. لا عالجه قبلك بقى. شكله شغاله بروسيسور واحد في الموقع. على العمومة يعني قطر خير الراجل. فبس خلاص. ده كان الفيديو. اتمنى لو الفيديو عجبك. اتمنى بقى انت ما تنسى تعمل لايك. تشترك في القناة وتفعل الجرس. وبس شوفكم على الخير بما بإذن الله الفيديو الجاي. وطبعا اتمنى تعمل الشير لان الخير والناس الفعل للناس. ومع السلامة.